سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزيات طلبات الصف الثاني الثانوي ولكم يا شباب مع ميزينة بشاوكة مع يونت فايف يلا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ادخلنا مدخل صدق واخجل مدخل صدق واجعل لنا من بين لدنك سلطانا مصيرة اللهم لا سهل الا ما جعلتاو سهلا وانت تجعل انشيتا الحزن سهلا يلا يا جماعة your teacher has given you a homework task يعني مدك homework وظيفة homework بتاعك سنوما تجيب العلم يولاد اوكي where do you start your research research مبدئيا كده اول كلمة عندنا اللي هي research يعني بحث research يعني يا جماعة بحث the internet is very useful يعني مفيد جدا useful with يعني مفيد بي lots of information افتكت دايما ان كلمة information اللي هي معلومات is uncountable يعني يا أولاد يعني ما بتتعدش لا تعد اوكي but how do you avoid avoid يعني تتجنب كيف تتجنب spending hours reading unhealthy websites ده هيرجعني ان افكرك مع ميه زينب ان كلمة spend اي ان كانت تنسبتها لو جي وراها وقت مدة زمنية بيجي دايما ال verb ing يعني يا ميه زينب مش فاهم حفكرك حبيبي spend يعني ينفق يقضي لو جاي spend بمعنى انفاق الفلوس هيجي وراها on والنون I spend 100 dollars on a new jacket اوكي لكن spend هنا جاي وراها وقت as long as ان اللي جاي وراها وقت يبقى الفرب بيجيلي في ال ing unhelpful يعني غير مفيد ويب سايتس يعني مواقع كثيرة مش مفيدة انت عيد سامريسورش تجيب معلومات من الانترنت بس انت تدخل تضيع وقتك كثير او في مواقع غير مفيدة بالنسبة لك read on يعني اقرأ كم الاراية to find out عشان تكتشف how to use the internet effectively effectively يا جماعة يعني بطريقة مؤثرة ما بقاش قاعد اعمل سرش عن الانترنت وانا مش بصل لحاجه اوكي number one look for يعني دور يعني ابحث websites by people بالناس باسماء الاشخاص companies الشركات universities الجامعات who have experience عندهم خبرة وخبرة هنا لا تجمع experience in or knowledge معرفة برضو لا تجمع uncountable of the topic you are searching ان عندهم خبرة او معلومات عن الموضوع اللي انت بتدور عنه if you know who wrote the website try to find out more about their experience لو انت عارف الناس اللي عامين الويبسايت ده حاول تعرف اكتر find out يعني تكتشف اكتر عن خبرته اوكي number one number two think about who has written the website فكر من الشخص اللي كتب الموقع ده is it a company هل هي شركة that may be trying to sell you something ولو هم دلوقتي عاملين الموقع ده عشان يبقوا لي ويبقوا لك حاجه يبقى ده اكتردابلت المزاقية بتاعتهم مش 100% لان هم هنا يكتبوا من اجل فايداتي وفايداتك هم عايزين يكسبوا number three check if the website is up to date يعني محدث يعني المعلومات اللي في حديثة مش قديمة is the information still reliable reliable يعني يعتمد عليها reliable يعني ايه جماعة يعتمد عليها when was it updated امتا هل المعلومات دي لسه متحدثة قريب ولا من سنة او سنتين لاني طبعا انت عشان تعمل resource هتبقى حاجه تبقى جديدة تمام كده always consult consult يعني استشير استشير more than one website يعني متاخدش المعلومة من اول موقع يقبلك وشكرا لا يا فندم انت يزمت ايه تخش على موقع اثنين وثلاثة علشان تتأكد ان معلومتك صح the advantage advantage يعني ميزة عكسها طبعا disadvantage of looking at looking at new sorry at few different sites is that you can check the information انك ممكن تعمل تتأكد من المعلومة and you may find extra facts هتلاقي كمان يا جماعة ايه حقائق اكثر what does the website look like what does the website look like شكله ايه هل هو التصميم بتاعه كويس ماهو ده معانا ان الناس دي ناس professional وتعمل حاجات حلوه ولا ايه كلام is it if it is badly designed لو هو التصميم بتاعه وحش and is full of grammar and spelling mistakes وعنده غلطات او اخطاء في grammar then it is probably not very reliable اذا هو لا يعتمد عليه okay websites that have named their sources اللي بيحطوا اسماء السورس بتاعهم المصدر بتاعهم are usually more reliable يعني يعتمد عليهم اكثر ان دي ناس واثقة من نفسها فبتقولك السورس تاع المعلومة فلانية كتاب كذا السورس تاع المعلومة فلانية كذا يبقى دي ناس is more reliable and useful signs that do not name their sources يعني دول اللي مش بيينيم والسورس تاعيتهم مش كويسين save the url يعني e url يعني يا جماعة كلمة url uniform resource locator ده اللي بيعرفك url ده انت تجايب المعلومة منهم بالضبط of any useful pages or images so you can find them easily ما تقعدش التور انت عرفت ان الموقع ده في حاجة كويسة لك اعمل save the url hi can you help me تقدر تساعدني i'm trying to do a history essay to do an essay عايز اعمل مقالة عن التاريخ but i have spent about the present perfect المضارع التام اللي هو حاجة حصلت in the past والإفكت علي دلوقتي i have spent about 20 hours reading different websites بقالوا يعاني عشرين ساعة عمالي يقرف websites مختلفة و blogs مختلفة and now i have got pages and pages of notes عمالي يكتب في notes ومعنده كتير قوي but i am really confused مت لغبط محتار i don't know which sites are good and which aren't and they all say different things كل واحد بقوم معلومة مختلفة and now i have forgotten how i found a really good site ازاي الاقي good site that i looked at earlier يعني او كان في الاول لقى ساعة كويس وطبعا ضيعوا باللي بيدور على الجديد فمش عارف يلاقيه اعمل a help thanks our computers and smartphones الكمبيوترات والموبايلات الحديثة كيف سمول بقى ساعة كوكيز اللي بتعطي طلعنا كل شوية دي اوكي ويتشتال ويبسايت دي اللي بتقول للويبسايت where we have been online انت كنت فين online دخلت على صفحات شكلها ايه من الصفحات ياولاد هم بيعرفوا الانترست بتاعتك اللي حاجات اللي انت بتحبه and what we were looking at وكنا بنبص على ايه are meant to make it easier are meant to يعني المقصود بيها are meant to يعني المقصود بيها to make it easier تخليها اسهل for us لنا to find things that interest us ان احنا نلاقي الاشياء اللي احنا مهتمين بيها but they also help هم كمان بيساعدوا الادفرطايزرز المعلنين اصحاب الاعلانات ياولاد to sell things to us عشان يبعو لنا حاجات so when we see an advert advert يعني اعلان اختصار advertisement for something that seems to be يبدو انها خد بالك meant to be يعني مقصود بيها seems to be يبدو انها exactly what we want بالضبط اللي احنا عايزينه it is because advertisers المعلنين know what we like عارفين احنا بنحب ايه this kind of advertising is called targeted advertising targeted targeted يعني مستهدفة يعني رايحة للشخص اللي عايز الحجب بالضبط يعني مثلا مثلا لو انا بعمل search على لبس اوكي عملت مرة واحدة لايك او دخلت لبس هتلاقيهم هاريني مواقع بتاعت لبس لاني انا كده بقى بنزلهم target هو خاص عرف انا بحب ايه you got it مش هينزلي اعلان عن شوق او عربيات انا واحدة ببص على لبس تفهم الفكرة المهمة sometimes advertisers know where you like to go بيعرفوا انت عايز تروح فين and when ok you like to do things انت بتحب تعمل حاجات دي امتا so they can advertise to you when you are most interested يعني ايه مزينب يعني مثلا تبدأ تعمل search على مواقع المصايف عيس طلع مصيف او سافريات كل لك تبدأ في شهر ستة عشان نجاهز لسبعة فتلاقيه دايما في بداية ستة يبدأ يبعث لك اعلانات على المصايف مش حيك يبعث لك شهر اتناشر اللي هي اصلا شتا ok when you are most interested for example they advertise places to eat اماكن بتحب تأكل فيها when you are hungry they can also send adverts to your friends at the same time if they think you will go together بيعرفوا منين عشان بيستخدام التلفونات بتاعتنا اللي بتديهم data عننا بيبقوا عارفين ان الصحاب دول مع بعض في الوقت الفلاني في المكان الفلاني فانا وانتا اتجمعنا قبل كده for a strange they got the information وصلت لهم المعلومة ان احنا متجمعين في مكان اكل تمام كده المهم sometimes it's easy to see that something is an advert سهل انك تعرف ان ده اعلان like those large banner advert banner اللي هو يا جماعة اللوحة كبيرة دي that always seem to appear in websites when you are trying to read and there are adverse اعلانات that seem يبدو انها بتبان in the strangest places في اماكن غريبة جدا اغرب الاماكن like the small sponsored sponsored يعني مدفوعة التمن adverts that you find in search results ان تبقى بتاني من السرش على حاجة تلاقي اعلانتوا ليه عليك فاجة ده مدفوع ثمن يا اولاد adverts are supposed to be honest من المفترض من المفترض من المفترض ان هما يكونوا honest ومناء but we must be careful لازم ناخد بالنا when you see an advert online think about why you might be seeing it لازم تفكر and whether you can believe what it says or not هل انا ينفع اصدق اللي بيتقال ولا لا are you internet smart هل انت زكي على الانترنت يمس وفي حد زكي وحد غبي على الانترنت اي فاندم فيه do you really know how to protect yourself ازاي تحمي نفسك بتعرف تحمي نفسك ولا لا there are several things you can do to stay safe في بعض الحاجات اللي لازم تعملها choose a strong password لازم حضرك عايزين باسورد قوي مش تريخ عند ميلادك ومش اربعة خمسة صفار ومش من والا عشرة did you know the most common password common يعني كثير التداوئ متعرف عليه in the world is من one to six يعني ده اكتر باسورد يستخدم the best password افضل password should have numbers letters حروف and even a special character عارف العلامات الخاصة زي ده مثلا okay it will be easier to remember if you make it personal in some way يعني خلي لي علاقة بشخصيتك حاجة شخصية بطريقة ما ايه هي الطريقة دي بتاعتك انت يعني في ناس يقول لك ده من ابداء باول حرف من اسمك capital letter او حرف من اسم حد عديزة عليك وبعد رقمين من البطاقة على رقمين من عيد الميلاد على ورفر ورفر when you go online يعني متابع online make sure اتأكد 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 you have upgraded سوان يورا نجيب لون بس يبان upgraded sorry upgraded your browser with the latest software update before you open a web page يعني لازم حضرتك تقولون اخر اخر حاجة في الويب ساعد اخر upgrade be careful خد بالك what you upload اللي انت بترفعه check what others can learn about you from what they can see behind you يعني ايه يعني انا مجيش اتصور مثلا وراي العمارة بتاعتي مكتوب اسم الشارع والعمارة وجودك وده كله متخليش حاجة فيها personal information يعرفوا عنك معلومات مهمة and take down shield shield any photos you do not want others to download متعمليش ابرود لصورة انت مش عايز الناس نزالها عندهم على اللابتوب بتاحهم as long as انا كنت عملتها upload فبقت public لخلق الله كلها all of these tips tips يعني نصائح السنة المبتاحها advice بس اخد بالك advice and countable عشان اجمعها بقول pieces of advice لكن tips countable تجمع عادي seem obvious obvious يعني واضحة but you will be surprised هتتفاجئ how many people are careless online في ناس كتير يا جماعة مهملة على online stealing someone's identity سرقة هوية شخص معين is more common معتدة جدا than you think يعني تفضل كتير قوي do not make the mistake of thinking that it can't happen to you يعني اياك تفتكرنا مش ممكن تحصلها يعني مش كل حاجة تجيلك دخل معلوماتك ولا شار المعلومات عشان هتجيلك كده تروح زي الزكي باي هو عملها شوات مخشة باي don't believe everything that you read سداش كل حاجة بتقراه the title of this article عنوان المقالة دي is a piece of advice قولنا هي advice لا تجمع فدي معاها piece هو ايه نصيحة which way may have heard احنا سمعناها from our parents or grandparents سمعناها من بابا وماما وجده تيتا although it was true in the past كانت حقيقة في الماضي the speed at which we have access to new information يعني السرعة اللي احنا بللنا بيها access ولوق يعني دخول او نحنا نوصل لمعلومات جديدة means that this warning is even more important now معناها ان التحذير ده هذا التحذير more important now يعني اهم دلوقتي in the past في الماضي professional journalists صحفيين professional always check the fact كانوا دايما بيعملوا تشيك بيرجعوا الحقيقة that they wanted to publish اللي عايزين ينشروها publish يعني ينشر بلوني بس هيدا publish against at least two reliable sources يعني هقلنا حاجة من اتنين sources والاتنين يعتمد عليهم okay to make sure عشان يتأكدوا the story was correct ان القصة اللي هما بينشروها كانت حقيقية checking sources and the time needed to print something in a newspaper ان هما يعملوا مراجعة او checking للمصادر sources يعني مصادر و الوقت اللي هما محتاجينه عشان يطبعوا حاجة meant that كان يعني the news which was meant to be new was actually a day or two old كانت حقيقة المفروض يطبع دلوقتي up to date يعني باقي العالم at the touch of a button button يعني زرار at the touch يعني ايه بلمس الزرار this means that journalists الصحفيين often need to publish their stories quickly لازم ينشروا ايه اولاد بسرعة جدا so fact checking isn't as good as it meant to be checking الحقيق بقت هنا هو compound adjective اصبحت مش جيدة زي لما كان مقصود بيها meant to be كانت مقصود بيها this is why not everything you read is what it seems to be ومن هنا يرجعت المشكلة ان مش كل حاجة بنقراها هي الحقيقة وهي اللي احنا نفاكرينه لان ما بقوش بيعملوا fact checking even serious newspapers حتى صحف الجدة which are supposed to be reliable اللي مفوض تكون اعتمد عليها can make mistake يحفظ كده مستيك بيجي معاها make mistake Chan Fitzgerald and Iris psychology student يعني يا جماعة ده بيدرس السيكولوجي بتاعت المجتمع wanted to test the influence كان عايز يختبر تأثير influence يعني تأثير تأثير انا ليه ما كتبها وحش كده تأثير 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 التعليق محدد يبدو يفترض من يعني الثلاثة دولز الدرس الجرامر بتاعنا اجتماعي 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 يسجل مجموعة من الاشخاص او شركة او بلد يلقي الضوء يفوكس على الحاجه يعني عام يربط يعتذر يضعف يحدث كونسولت يستشير كونسولت المستشار اكسترا اضافي زياده فاكس الحقيقي يونيفوعم اللبس الموحد الموارد الصوره دي سكشن منعشه غير الدبيت دي سكشن منعشه عادية رائع لوكيت لتوكيت موحدة يحدد الموقع ياريخ الصحفي يونشر علم الاجتماع بندرس علاقة الفرد بالمجتمع تأثير مثل اجتماع فاك غير حقيقي ذائف العازف ينشر ينشر روم عندي بعد كده نتيجة البحث نتيجة البحث نتيجة البحث نتيجة نتيجة البحث نتيجة البحث من حروف الجر تحفظ كلمات من ال 3 و تحفظ بعد كده ازانك تاخد بالك من حروف الجر اللي وراها هناك كلمات يعني سوشال ميديا سيكوريتي ادفرتي ادفرتي هذه اعلانات موجهة هذه اعلانات مدومة يعني مدعومة يعني يا جماعة مدفوع تمنها فيك اكاونت ونت اشتر مني في الكلام ده طبعا يعني الحسابات المزيفة طيب ناخد كلمة يعني اعتمد عليه يعني موثوق فيه يعني ثرستد أو عكسها غير موثوق فيه حديث يعني recent أو modern عكسها out of date أو old يحدث يعني modernize يعني يعملها حديثة عكسها يهمل فيسبها ما يحدثهش smart intelligent stupid غبي sensible عائل wise عكسها insensible unwise specific محدد precise particular عكسها genre language smart ذكي سمارت ذكي سمارت فون التليفونات الجديدة apple android ريسورش البحث لازم بيجي معها do do research into أو هتقولها ريسورش الوحدة avoid لازم يجي وراها ing you should avoid ing accompanying bad people influence effect الثلاثة noun معناهم تأثير ثلاثة noun الفربي بتاعهم effect شاكسبير was an influential دي صفة adjective صفة يعني كاتب مؤثر effective صفة فعال you should take part in the rest effectively بطريقة فعالة أو بفاعلية share يعني شارك يعني participate يعني take part خد بالك فارما بين take part و take place take part اشارك take place يعني يحدث امتى وفين يبقى تاني take part participate share effective participation يعني مشاركة فعالة company يعني يستحب company صحبة يعني شركة ابرد company شركة المستشار يعتمد على reliable جدير بالثقة او يعتمد عليه موصوخ فيه unreliable غير جدير بالثقة reliance الاتكال او الاعتماد على حد اللي هو dependence يعني انا بعتمد على شيء او على حد reliability يعني confidence reliability يعني confidence ثقة consult يستشير consultant المستشار i consult my lawyer in some cases يعني انا بستشير المحامي بتاعي aim يعني يهدف او الهدف نفسه goal طبعا هدف اهيه هدفنا يعني aim حاجة يستعمل في حياتك goal برضو يعني هدف بس هدف المرمى goal target هدف في الحياة برضو زي aim بالضبط apply for يعني يتقدم لوظيفه applicant المتقدم نفسه الشخص يولد اللي بيروح يحط الابليكيشن بتاعه اسمه applicant apply something يعني يطبق اعرف كده لما اقول لك يا جماعة السيستم بتاعنا السنة مختلف عن السنة اللي فاتك ونطبق الحاجات دي الابليكيشن هو التطبيق اللي على موبايل او لابتوب او رفر يلا behave يعني conduct يعني طريق التصرفة behave yourself يعني تأدب في التصرفات behavior conduct السلوك نفسه ده النون يا شباب ده الرب symbolize يعني يرمز symbol الرمز the state of liberty the symbol of freedom بيرمز او رمز السلام slogan او الموتو اللي هو الشعار فاكرين اللي هو عارفين i'm loving it بتاعت ماك مكدونالدز ده الشعار بتاعه اوكي a campaign slogan يعني شعار الحملة الدعائية البانر العالم او الراية او اليفطة اللي بتبقى محطوطة a huge banner over the street said welcome home sensible idea يعني فكرة معقولة فكرة عقلانية sensible shoes يعني useful rather than fashionable sensible يعني ليه علاقة بالعقل يعني ليه علاقة بالعقل يعني شيء عملي مش مجارد عايز حاجة فاشنبل لأ دان فيه حاجة عقلية ليه digital الشيء الرقمي digital digital انا مش شعر يا جماعة terrestrial اللي هو الارض and digital اوكي private property ممتلكات خاصة special خاصة ايه الفرق ما بينهم يا جماعة private حاجة اقدر ابحها واشتريها يعني لما تقول يا مي زينب انا في private school انا في مدرسة خاصة ممكن صاحب المدرسة بتاعتك بكرة صبح يقوم ببحها فدي اسمها ايه حبيبي اسمها private school اوكي special حاجة خاصة لا تتبع شي زي your birthday is a special occasion خلاص special circumstances ظروف خاصة exceptional يعني register يعني سجل i want to register my new car tomorrow اسجلها في المرور score يسجل هدف او point record voices or sounds experiment احنا قلنا التجربة اللي بتبقى في المعمل على الفران experience لو بتجمع يعني تجربة حياتية experience يعني جرب الخبرة لا تجمع الخبرة يا شباب لا تجمع يلا بقى نحلم مع بعض شوية على الكريمة you can space a copy of some programs from many websites from انا هنزل يبقى download my parents always advise me بابا وماما دايما بينصحوني to buy food from a space shop or market من محل أي كلام في الشارع ولا محل reliable يعتمد عليه how does this animal lock itself to new environments ازاي الانيمال ده يتكيف adapt مش بيتبنى هو بيتكيف yoga can help relieve stress effectively بطريقة جيدة بطريقة مؤثرة يعني بتتقلل الضغط النفسي بطريقة مكويس space players can earn too much money من اللي بيكسبوا فروس كتير هوي any players الهواء ولا professional طبعا professional mature يعني هو يا أولاد the technician التقني come to space the new air conditioner جاي علشان يركب لي air conditioner come to install زي كده الغسالة بتاعت ماما although i read the story several times i can بالرغم انا قرأت القصة مرات عديدة i can get the space of it the moral I can't get the moral منظمة long man many books at the ministry of education publish بتنشر to be a successful teacher او الله عشان تكون مدرس ناجح is not an easy task ما هيش مهمة سهلة خالص 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 المواقع use a to show adverts use cookies علشان يعرضوا الإعلانات the new system is the new system is new but it is not هو جديد but not reliable لا يعتمد عليه space advertising is the advertisement which appear ايه الإعلانات تنوحها ايه الإعلانات which appear to people out of their internet and activity اللي بتبقى طالعة بسبب ايه الاكتيفيتس بتاعت الناس على النات التارجتند مستهدفة you have to pay to space the trial anti-virus to the full version انت واخد الانتي فيروس بتاعك عاملوا فترة اللي ايه تجربة لازم تعمل ايه عشان يبقى الداشن الكاملة تحدثوا the posts of the famous actors usually receive millions of fans million views مش لازم اكتجوا على فكرة ممكن بيزنة بعيد space pay higher rates to advertise بيدفاعوا فلوس اعلى نسب اعلى في الفلوس عشان يعلنوا during prime time entertainment show في خلال الوقت بتاع البرامج من المعلنين الادفرتيزر space pay higher مين المعلنين الادفرتيزر مين المعلنين الادفرتيزر في خلال الادفرتيزر يمكنك الحجزر انك تكتب ايه الكيوورد دا انت هتكتب الكيوورد فهتلاقي ساعة انت عايزه انا عملت اي فيها عملت research بحثت فيها حروف حروف يأخذ دقن وشنب فورذيرال درس الجرامر اليوم ما اعتبرش يورده درس الجرامر منطقة بساطة درس الجرامر هما كلمتين منطقة بساطة دول باستخدامه امتي يا جماعة عشان نتكلم عن طريقة كيفية وطريقة ان الشخص بيقول الحاجة او بيعملها هي ما قالتش ولكن يبدو انها مبسوطة يبقى seem to يعني يبدو ان the bus seems to be full بس انا شايف من المنظر انه يبدو انه مليان he seems to be mentally ill شكله كده عقليا مش تمام يعني she doesn't seem to be ready yet شكلها مش جاهزة هي ما قالت ليش انها مش جاهزة بس شكلها كده he seems to be very sleepy today باين عليه عايزي نام بس انا ما عنديش دليل انا مجرد الشكل باين عليه كده يا ولاد انها موجودا معناه المقصود بها الذي كان متوقع منها الهدف منها to talk about something شوفوا الجمل they were meant to arrive by now كان المفروض يوصلوا معناه كده ان هما موصلوا معناه كده ان هما موصلوا معناه كده ان هما ايجماعة كان متوقع بس ما حصلوا ش يبا هما يا ولاد ما حصل ما موصلوش طيح it was meant to be a chocolate cake كان المقصود ان هي كيكة شوكولاتة but i dropped it وقعت مني cookies are meant to make it easier for us to find things المقصود بيها اللي كان الهدف بيها كذا كذا اوكي صعبة بزملكو والله كلام فاضي طيح suppose وراها infinitive باكلم بيها عن الالزام عن ليه يا جماعة الالزام i am supposed to look after my brother انا ملزمة حد كبير لازم نبدأ catholic are supposed to go to the church on sundays ملزمين ملزمين يبقى ده كان المفترض او الهدف ده ملزوم ممكن كمان اتكلم على suppose و اتكلم به عن الترتيبات i am supposed to cook dinner on monday evenings انا اللي مترتب المفروض هي ترتيبات نوع من الالزام اني انا حطبك كل يوم اثنين الالزام التوقعات ملزمين it was supposed to rain this morning يعني كان المتوقع انها تمطر and it was supposed to rain this morning يعني المادة دي او الشيء ده كان المفروض يقتل flies او مش كان المفروض يقتل الحالة بتاعته حاليا انه هو المفروض يقتل انا متوقع منه كذا ok to talk about our beliefs معتقدتنا it was supposed to be the best phone that you can buy كان المفترض انه يكون كده انا كنت معتقد ومصدق في ده that's a lovely picture but what is it supposed to be هي مفروض تكون ايه ايه المتوقع منها it's supposed to be rich you know هو المفروض يكون غني يعني طيب امت بيجي وراها ورا مين ing being a doctor means working long hours ده معناه ان الوظيفة دي بتتضمن العمل لساعات عمل كتيرة طيب انت بيجي وراها to infinitive لما بيكون معناها ينوي يعني he means to marry her soon يعني ناوي يبقى مين لو وراها ing معناها يتضمن او يشمل لو وراها to infinitive معناها ناوي اوكي طب هنا ناون هنا مش verb دول كانوا فربات اوكي كده هنا ناون ديمترو is a fast means of transportation يعني وسيلة نقل سريعة be not supposed to و infinitive يعني ممنوع تماما be not يعني verb to be plus not plus supposed to you are not supposed to smoke يعني ممنوع محظور ده اوكي i want to see that film it is supposed to معناها it is said to be good معناها ان الناس بتقول انه هو جيد الناس بتقول ليها جماعة لي انت بلا مزنبش معناها انه هو المفوض يكون حلو عشان i want to see الناس عايز تشوفه دلوقتي الناس بتقول عليه حلو there are many stories about joe فيه قصص كتير قوي عن joe ياولاد he is supposed to have robbed a bank many years ago يعني الناس بتقول انه هو سرع البنك من كم سنة فاته fireworks are supposed to have been invented in china is it true يعني الناس قالت كذا كده يابس supposed to وراها infinitive معناها said to it seems that he likes pop music يبدو يبدو ويجي وراها infinitive لا سوري سوري it seems that he likes هيجي وراها مدام هنا يا شباب بصوا لي بقى مدام عندي ذات وراها وراها الفاعل هيجي الفرب عادي جدا present simple اوكي لو سين بح تبقى like عندي جدا تمام كده يعني من غير two infinitive لكن لو عندي he seems to عندك هنا هو subject لا ما عنديش يجيلي two infinitive يبع لو عندي subject سيجيلي برب عادي لو عندي two سينزلي infinitive خلاص كده it seems that there is a rain out عشان that مع there ينزلي verb to be there seems to infinitive خلاص كده صعبه مدام فيها بعد seems فيها بعد seems فيها that يبقى subject he doesn't seem himself these days يعني شكله مش في حالته الطبيعي يلا نحن مع بعض نبيل is supposed dinner to cook dinner هو المفوض ان هو اللحاء يطبخ i seem the first student to arrive at school today شكله اول واحد وصلت i seem to be it's space to snow last week it wasn't supposed ما كانش المفروض تمطر معنى كده ان هي مطرت for ما ينت يو ها تُقال يو كان أصدلنا أكلمك عمر seems a good day seems ها في وراء طولا في وراء ايه to have been ولا to be having ولا to be had ولا have عمر seems to be having a good day the train is at 9 المفروض انو حيمشي بسمع كان شكلها ممتوطة بشغلي المفروض انو حيمشي المفترض انو بيشتروا ورد لصحبة البيت المفروض صعبة؟ معنى كده انا ده ما حصلش لازم يركز انت مش المفروض تتكلم معاه غير مفترض كيف تتكلم هذا؟ تتكلمك على المفروض كيف تتكلمك؟ سارة ممتوطة سارة ممتوطة كان شكلها ممتوطة سارة ممتوطة كل شيء ممتوطة كل شيء تتكلمك سارة ممتوطة 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 اوكي اولاد اي مشكلة ان شاء الله ما يكونش في اي مشاكل ويكونوا نحصة خفيفة عليكم الصعبة نذاكر يا حبابي ونحل الشيط اللي مع الفيديو وشوفكم المرة الجاية معيوني سيكس بإذن الله تعالى باي باي